يلا بينا نعمل كيجن شريمب الكيجن سيزنينج عندنا موجود بيتباع في المحلات هحط توم مفروم وهحط الكيجن سيزنينج على الجنباري وهحط معه ليمن بيبر اللي هو الفلفل باللمون او لو انت بني عندي كيش برضو ممكن تحطي اشر لمون مع اللمونة مع صورة بس اللمون الاصفر وزيت زتون وهتقل بي دي كده تخلطة بتاعة الجنباري بتاعنا اللي احنا عملناها وهنشيلها في التلاجة وهنقطع معاها فلفل الوان وبصل الوان سوري فلفل ملون وبصل وهنشوحهم وهنبتدي ان احنا نشوح الخضار بتاعنا الاول على الجريدل وبعد كده هو اول ما يبتدي يدبل ويبتدي يتشوي هتشيله وهحط عليه كمان شوية توابل من الكيجن برضو معانا على الخضار وهنزل بعد كده برضو السبارغرس هشويه واول بعد كده شيله مع البصل وبعا الفلفل وهنبتدي ان احنا نحيقه برضو بالتوابل بتاعتنا اللي هي الكيجن وهعمل رز نصه محمر ونصه ابيض هيكون ده الصيد بتاع الاكلة بتاعتي وبعد كده هنشيله هنقلب كله مع بعضه مع الفلفل الواني الاسبارغرس مع الفلفل والخضار كله مع بعضه هبتدي ينزل بعد كده بالجنباري واحدة واحدة وتشويه واول ما يبتدي اللون بتاعه من تحت يبتدي اللون بتاعه يغير يبقى لونه على بينك تقلي بها على طول هو ما بياخدش اكتر من دقيقة على الناحية دي ودقيقة على الناحية التانية ممكن بالكتير وتلات دقايق مش اكتر من كده علشان الجنباري ما يجلتش معاك وما يبقاش يبقاش طعمه زي الكويتش عشان يبقى طعمه جوسي وطعمه حلو ما تخديش وقته انت بتشويه على طول اول ما تلاقي اللونة تغير اللي بيها على طول على الناحية التانية هو من السخونية بتاعته بيستوي بعد كده هنقلبه كله على الاكلة بتاعتنا وكده الاكلة بتاعتنا خلصت ما فيش اي مشاكل تانية هتغري فيه وتقسميها زي ما انت عايزة في الوجبات بتاعتك لولادك في الصواني او في الاتباق بتاعتكم وممكن تعمليه زي الطاقب الخاص تاكيد داكل وهي دي وصفتنا النهاردة